عليكم ورحمة وبركاته حالة جدل واسعة أصرها انسحاب عدد من الفنانين وصناع السينما من العرض الخاص لفيلم ريش على هامش مهرجان الجونة هيسو كان الجميع يترقب عرض الفيلم المصري الحائز على الجائزة الكبرى لمصابقة أسبوع النقاد بمهرجان نأكان السينمائي الدولي وخلال العرض انسحب عدد من الفنانين والمخرجين منهم شريف مونير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق والمخرج عمر عبد العزيز وهو ما أصار جدل واسع حول أسباب الانسحاب بعد أقل من ساعة ورفض استكمال مشاهدة الفيلم ما أكدته مصادر حضرة الواقع أن شريف مونير رفض محتوى الفيلم معتبرا أنه ينقل صورة غير حقيقية عن مصر وده استهدف تشويه المجتمع المصري عن عمد وأشارت المصادر أن الفنان انسحب وخرج غاضبا ورفض الإدلاق بأي تصريحات حول انسحابه فيما انسحب بعده كل من أشرف عبد الباقي وأحمد رزق ثم المخرج عمر عبد العزيز مؤكدين جميعا أن محتوى الفيلم لا يليق بسمعة مصر ويسيء لها خاصة في مشاهد الفقر الكثيرة التي ظهرت في الفيلم ولا تزال أصداء انسحاب هؤلاء الفنانين تصير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها أن فيلم ريش لا توجد له أي هدف أو أي فكرة معينة يا تليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة وبركاته حالة جدل واسا